تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرار لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق وصلت سفينة امداد تابعة للقوات البحرية إلى ميناء بورت سودان بدولة السودان وهي محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمرار لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق وصلت سفينة امداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورت سودان بدولة السودان محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية والإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرية وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق ومن جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر عربية مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق الحياة النهاردة احنا سعداء ومتشرفين بوصول المركب الحربي المصري اللي جاءت النهاردة بتوجيهات من القيادة السياسية من السيد الرئيس عرفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادة الأعلى للقوات المسلحة اللي وجه بإرسال هذا المركب للسودان الشقيق استمراراً للجسر الجوي والبحري اللي وجه سيادته بتوجيهه للسودان اعتباراً من أحداث 15 إبريل الماضي ساعدنا بتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة أيضاً على سرعة إرسال هذا المركب تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية المركب دي قسر ورمز ومؤشر كبير لما تقدمه ويسا تقدمه مصر من دعم لإخوانها في السودان عبدنا نحقاً سعادات هذا الصباح أن نكون في استقبال الدفع التائم مساعدات الإنسانية والصحية والطبية اللي تقوم بتقدم الحكومة المصرية لإخوانهم في شعب السودان وهذه الأزمة التي حصلت أخيراً نحن حقاً سعادات جداً أن نقدم بكل الشكر لأخواتنا في جمهورة مصر العربية حكومة وشعبنا هذا المشهد وأنه بصورة خاصة لأخوات المصلحة المصرية التي عامل بترحيل هذا الجهد الكبير وكل الجهة الدعمة لهم نحن حقاً نتمنى أن تزور هذه الأزمة قريبة نتعلم العلاقات لعلاقات بتاعة مشاركة والتنمية ومشاريع متقدمة شكراً نحن الآن في ميناء برسودان نستقبل الباخرة أبو سيمبل الباخرة المصرية التي تحمل 270 طن من المساعدات الإنسانية لأشقاهم هنا في جمهورية السودان وإحنا بهذه المناسبة شكرنا بنرسله حار جداً لشعب مصر وقيادة مصر الحكيمة ولكل أهلنا في شمال الوادي بهذه المناسبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يديم العلاقات ويعززها وفي سياق متصل وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعاية المصريين والسودانيين القادمين من دولة السودان علامة نسفينة الإمداد المصرية التي قدامت المساعدات بالسودان ووجه الرعاية فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام قاعدة إحنا شايفين مصر وشايفين أولادنا اللي راحوا جابونا من هناك لغاية هنا شايليننا على كفوف الراحة من هناك لغاية لموصلنا هنا إحساسي يا أبن الله يا يوسف من الأبطال دول جيسنا العظيم والبحر يا العظيم والله يا أبن الله مكد جيس مصر العظيم وقائدنا كائد عظيم حموله وأكلوله وشربوله والله والله هناك الله يكون فعونهم يعني ماشي أما لحنا عندنا دولة اللي أمن بالدنيا وعندنا دولة اسمها مصر والله عندنا دولة اسمها مصر والله ما في زي مصر ويامين الله ما في زي مصر ولا رئيس مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الله يكرمك يا الرئيس السيسي أنت يعني عملت فينا كل خير ارحمت ده من الموت ربنا يكريمهم خدمونا ثلاثة أيام ثلاثة ليالي أكل وشراب وخدم ملصروا معنا أبدا ربنا يا حني نشكر ربنا أن احنا وصلنا بالسلامة إلى سفاجة نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والعرسم وزير الدفاع نشكر القوات البحرية ونشكركم كثيرا على حصة الضيافة والاستقبال قدمت لنا جميع الخدمات من وجبات ومن أي حاجة يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين